طيب كولر ولعب النادي الاهلي العلاقة بينهم علاقة رائعة انا تحدست مع اكثر من اللاعب في النادي الاهلي هما بيتكلموا في حاجتين مهمين انه الراجل مع نوان بتعامل معهم بشكل جيد جدا واللعب المستبعد بيتم التعامل معه بشكل افضل كمان من اللاعب اللي موجود اساسي في تشكيلة الفريق وتاني حاجة ودي نقطة مهمة جدا بيقولوا انه هو شخصيته قوية جدا ما بيهزرش ما بيهزرش يعني مش ما بيدحكش لا ما بيهزرش يعني ايه ملتزم جدا ملتزم وعايز التزام من كل اللاعبين والنقطتين دول هم اول طريق نجاح اي مدرب او اي فريق فالراجل حتى هذه اللحظة بيدي اشارات انه مدرب ربما ينجح كثيرا مع النادي الاهلي ليه قلت ربما ليه ما قلتش هينجح كثيرا مع النادي الاهلي رغم انه مشواره بادئ ببطولة اه عشان مرة اخرى التصرع خاطئ هو الراجل عمال يدي امارات انه مدرب كبير وهيعمل شغل عظيم مع النادي الاهلي امارات مجرد امارات عشان نقول ان هو مدرب ناجح ولا مدرب جيد مع النادي الاهلي محتاج مشوار مشوار في الدوري مشوار في الكاس مشوار في البطولة الافريقية مشوار عشان نبدأ نقايم ونقول انه الراجل ده اشتغل كويس بس ايه الامارات الامارات مثلا انه محمود متولي ما كانش بيلعم مع النادي الاهلي اصبح من نجوم الاهلي فده مدرب بيشوف وعارف قدرات اللعبين او عارف قدرات اللعبين بسرعة جدا كريم فؤاد السنة اللي فاتت سواء مع موسيماني اللي ما كانش بيشاركه كتير اصلا او مع سورش اللي كان بيشاركه في ظروف صعبة جدا ما كانش بيذهب بالمستوى ده لدرجة انه الناس كابت تقول انه كريم فؤاد صفقة غير نجحة للاهلي دلوقتي بقى مؤثر جدا حتى لو شارك لبعض الفترات القليلة في الشوت التاني دايما كورقة رابحة لمارسي الكور بقيت تشوف شكل منظم للاهلي بقيت تشوف ضغط عالي جيد للنادي الاهلي بقيت تشوف تكتيك رائع جدا في كل الكورات السابقة سواء ضربات روخناية او ضربات حرة مباشرة او غير مباشرة امارات دفاع النادي الاهلي في المباريات اللي خضها كلها مارسي الكورة مع النادي الاهلي ما دخلش فيه ولا هدف ولا هدف فظبط الدفاع فيه امارات كل ده بقوله امارات ليه عشان الله اعلم بالغيب مجيش حد يقولك الحق ده كريم كان قال ان مارسي الكورة المدرب عظيم وهيكسر الدني الله اعلم لسه بس اقدر اقول بعد سنة انه هو مدرب كبير وناجح وندفع عنه كمان زي ما كنت لسه عامل من لاحظات مع جزالد فريرة ليه راجل كسبان دوري وكسبان كاس عمل من الزمالك فريق يعني ما كانش الفريق كان عنه نقص كتير في السفوف وعمل فريق رائع جدا الموسم الماضي خلاص ده غير بقى انه 2014-2015 الهيستري بتاعه التاريخ بتاعه فيه ناجح برضه مع نادي الزمالك فخلاص ده عرفنا انه هو ناجح ومدرب كبير مارسي الكورة يعني ايه بنتحسس خطواته خلينا نشوف الايام اللي جاية هيبقى فيها ان شاء الله